ولذلك لا بد ما من مفر إلا استمرار القيام بالواجب وحمل هذه الرسالة والقيام بيت تغطية بكل مهنية وشفافية رغم كل شيء التطورات في قطاع غزة بالتأكيد ما تزال مستمرة تعرض الصعف الفلسطيني والد دحتوح مرسل قناة الجزيرة للإصابة برصاص قوات الاحتلال أثناء قيامه بواجبه تغطية من المعركة وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي وكشفت الصفحة الرسمية لتلفزون فلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن صابة الصعف الفلسطيني والد دحتوح بشهزايا خلال تغطيته للأحداث في خانيونس جنوب قطاع غزة منذ قليل ويذكر أن والد دحتوح فقد علن من أفراد صرته زوجته وابنه وابنته في قصف الاحتلال الإسرائيلي استادف منزله مع بريات العلوان على غزة وحاليا تلقى والد دحتوح الرعاية الطبية داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس وهو ينزف نتيجة صاباته بشهزايا اختركت جسده غلال انفجار وقع بالقرب منه وبكده هناك وصلنا ناتي الفيديو ما تنسى اشترك في القراب فعزر الجرس وتعمل لايك للفيديو والاشهر لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته